محر أهح ما تبعو ما زلت يا وسي؟ محر بوبز 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 أناز ليتي محر ترجع الكرة برة أخرى للحارس أناز ليتي محر برقد محر برقد محر برقد موسيقى 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 الرجاء لإعادة التربية أوضف أشولات الحسنيتها والتي تجيوك تتحلى في عينه و تقول لنا رغض يقصيوكم ولكن الدرس اليوم صراحة كان مفيد البلساب ديال الناس و كل واحد عرف البلاصة دياله موسيقى اذا كانت تفقد الأمل في الحياة تفكر الناس دون ساكن قسناهم من العملي فات تخرجوا سبوغل و كيف يتوقعون الجمهورة أو تنجاتهم الفرصات العام قدام جمهورهم و واسطيرانهم و كيف تترى لهم؟ و لا تشرجوا حسنية أكادير الذي أصلاً العادرة هو اللي وقع الفريق القوي الذي كان مرشح للفوز والذي هو الراجة رهربح و الحسنية فقط الوصول لهم الربع خاصة من يكونوا فرحانين بعد الإنجاز هذا و أكيد لا تنسوا حتى الميساج للفوز والذي كانوا يربحوا الجيش و كتبوا لنا صراحة نحن أولاد الناس و لم ننسوا الخير و أصفت أنكم صيفه في شهر خمسة لا يبقى لكم الحركين لصيفه في شهر ثلاثة المهم يأتيكم معكم الثاني فيديو بعد الماتش ماتش الراجة حسنية أكادير في كأس العرش و الراجة اللي ضمنت في التأهل المربع الذهبي للنصف النائي في انتظار متأهل من الماتش و الحمد لله وهو النراجة أول متأهلة ولكن نأجي توقع لقوة الفرحان سيتي لنا اللايك و الكومنتر أعود ثانيا نفكرك فيه و إذا لم تكن الراجة لن نعود لكم هذه اللعبات خاصة دار أطماتكم الرجع للدقس خون المدرب جوزيف زينباور اللي بدأ بها السكوات ازنيتي في الشبكة ديفونس المقدمة مخافي في جناب بولكسوت و بول عمري الوسط المكعاذي زريدو بوغرين والهجوم موهوب بوزوك والنفتي صراحة تشكيلة اللي كانت متوقعة الحاجة الواحدة اللي ما كانت متوقعة عن دراجيون وهي أنه مشوفوا زريدو المكعاذي بجوجة رسميا أما البقي يارا كل شي كنا نقلنا بيدو قبل الماتش ديالتشكيلة الماتش اللي بدأ في أمان الله و الحسنية داخل دار بلكسوت العودة المعلم مع السلام عليكم مع أول طلع مالبيت للأول بيتلي إليجين رجعوا لنشوفوا المشكل سيجدوا بأن المشكل كان في الدفاع كامل دراجة زروا مراقبة و السبزاف اللعاب حتى شركة عارف حسنية أقادير و في أقادير و في تيرانه و مص جموره فصراحة كان يبلي بالله سينتعذبه ولكن الحمد لله وقع العكس من بعد 4 دقيق على البيت الحسنية الراجة كتأكد الحسنية أقادير أنه لم يسبق للسوق غير تسفناجة تلعام زيان بتدخيل اللي انقيه من عد النفاتي مو هو بجرتير و بالشبكة يا حبيبي تعادل و المات في رمشة عين أرجعك في مكان والحمد لله أن الرجوع في النتيجة كان بكري الراجة ضغطة و كان من الممكن أنه يكون ثاني بمجهود اللي أو ثاني من نفاتي ولكن سيون المقعزة بقوة الخلعة أنت لا حل من الله و أعلم سوف يمشل الضغطة 25 كرة أو ثاني في رجال النفاتي تشكبين بأنه سيسقني أشي واحد من اللعابه و اللاعب اللي هو بالعمري باس هالي تساع تساعي المعلم طلع نقيه بالعمري اختار القرار سيحد دخلها و كل شكر لهذا السيد خاصكم تعطوه حقه تعطوه للسيد الحقوق شوف لا تخلع موال و لا تخلع حسنيات أقادنا و كأنه معجبه من الحال من خسرين غير بواحد و الراجل اللي رابحه هي الخارجة تقلب على بيت آخر كان من الممكن في الكثير من المرات نشوف هذا البيت هذا ولكن بعد المرات الفينيش و الذي يهرب على اللعابه بالمثال نقطة ديلموه الذي اختار أنه يطيح القول ولكن بالأخير صد على رأسه الشوض الأول أغادي بشي ساري ولكن الراجل مازال مسالاتش كورنقية والحسنية هزا ورقة والسلوك التعلم المكعازي صراحة ندير كل شي فضل اللقطة تبارك الله عليه النفاتي فاصة فاصة مع البوتو طيح لي يلقول وخشي و هو الثالث يل المعلم غادي نقول لكم واحد النقطة و مضحكوش الحسنية شوط الأول اللي غادي سلي بثلاثة الواحد الراجل و صراحة ند السيناريو اللي كان تحدى أنشي واحد كم توقعه أركان ديوك روبا نيائي كأس العرش خارج تيران ديالك و بلجم هور ديالك و تربح ثلاثة الواحد رجعوا لنا الراجل اللي كان نرفه الله يرحم لكم الوليدين شوط الثاني اللي بدأ في أماني لا ولا جديدة يذكر الراجل عفضة على الحسنية بطوله العرض و كأن الراجل هي الخاسرة كأنه بثلاثة اللقطات اللي كان ممكن أن يصيروا في بوتو على سبيل المثال هذه البولك سوس وكي نحت هذه النفاتي لأنا متأكد أنك ستكون رياكتي فيها كأي راجلوين ستقدر ترجم مع الحياة بحلان اللي غادي ماركية هذا الشوط هذا اللي صراحة سيكون بين الكثير من الراجلوين أنه تبدل الكثير من الشوط الأول و صراحة شيء عادية الراجل أولا خروج بوغرين و دخول الزرهوني و هذا إن كان يدل فركضوا لأن الراجل ما زال مشبعاتي و ما زال بغاة ماركي كون كانت في فرقة أخرى كون ركا تسمع لي السدانة معلم سيذهب إلى فوق تقاقسين و أحد دخيلة مقيمة عند بوزوق يضرب الشماخ و يخصيح له حلو الأرض بلغير الحل واحد وهو أنه يجر بوزوق و بلانتي واضح و وضوح الشمس و لا تنسوا الصمترة هي بسود الأوساط الإعلامية هيا شي 15 مليون أو ثاني واحد اللقطة بلانتي اللي صراحة تحسب للعابة كاملين و خصوصا البوزوق و ها علاش الراجل بلانتي يكلم الممكن أنه بوزوق هو اللي كان غادي باش أنه يمشي تيري ولكن لعابة الراجل عارفين بأن الزرهوني يدوز من واحد مرحلة فراغ كبيرة و بهذا أعطوه هو كورة اللي يتيري وهذا ما يصار يحصل شي أشباه الراجلين لما كان القومي يدارك يخرجوك يقول لك أحق بوزوق الزرهوني رهم داردي المهم اللي تكلف بلانتي و اللي هو الزرهوني و أكيد الزرهوني خشاها واه هو الرابع حسنية أقادير و أخيرا بنينا بأنها تقبلت الواقع المعش و أعرفت أنها اللي بغتر بحراجة خاصة سنوات ضوء يوشوف تشوف الرابع الواحد و استيرانهم و وضط جمهورهم هي صراحة روالله يتصعيب المدرب جوزيف زينبا هو المدرب جوزيف زينبا هو دور بليب للماتش صافي رسالة و أعطى فرصة بالزيد للعاب على سبيل المثال بين عياد و أبرايجو و زيد و زيد الماتش بكل واقع يبرد في الاخر أما واحد الحسنية والتي تكتصح براسه هي ليفركوزين قال لك أسيدي بغترون ريمونتا مع ضربه الثاني و واحد أخونا يقولون يلا يلا كما كان الأمور رمض بوطة سيصير و سيرك لعب ضد الراجل وبهذا هذا الماتش سيسلينها وبرباح الراجل بربعة الجوز والتأهل رسميا المربع الذهبي سوف ندرى واحد تقيم و ملاحظات بسيطة على اللاعبين بداية بزنيتي صراحة كل شيء يعرف الدور الذي يقوم بزنيتي خصوصا لك الشديد من القرى أراك تبدأ بزياد الحواجة الديفونس هو الخطأ الأول الذي تماركه على نبيل بيت ولكن أنا صراحة سيقوله بسبعين في المائة ستدو بلاسهم و داروا مارش كبير الأدارة بالكسود و بالعامري خصوصا بالعامري تبارك الله السيد كورتونقي خصوصا غير يكمل بحلاك هذا بل كتب تحتهوه بالدور لك يعاونه هجوميا في الوسط توجد أيد المكعاز وزريده صراحة مكش كانت توقع أنه ستدر بحلد المات هذا ولكن رصدموني خصوصا خصوصا واحد المكعاز بوغرين تهولي بوما تخرج المات تدرونقي غير هجوم ما هو لليوم مدار تيران بالطولة العرب لك السيد شوف خصوصا غير الخدمة سيكون أكيد أنه سيصل الواحد البلاسة اللي لا يمكن أما الجنب بداية بالنفاتي و أنا متأكد أنه سيكونوا مصدومين في النفاتي و شدو النفاتي اللي كان يلعب معناه في التورة 11 و 12 و 13 رو الله يمي يمكن ترى السيد تختار واحد خطورية تبارك الله بوظوق اللي صراحة مدار شي ماتش الكبير ما تتحرك حتى الماتش اللخر وهو اللي كان سبب باش أنه وجدك البيل عن شي البدلاء لا نستطيع الى اليوم كامل ولكن سأعطيكم الكلمات و لا سأبطل الكمونتر و سأقول لي ماذا يبدو لكم في 10 دقائق اللي اللي لعبها أما كتا قيم الفريق كامل الأهم جاء هو التأهل هذا هو اللي كان يلاعبنا له والحمد لله أنه تحقق برافو الرجال و ما زال خدمة قدامنا سواء في البطولة و سواء في كأس العرش وأكيد سنلعب عليها جات مرحبا بيا سنكون رائدين باللعب اللي لدينا فقط خاصوا مغرمي هزو الشر اليوم و أنا غادي نكونوا صعنا للافن دي الله فيديو غادي نقول لكم ما تشيليكين و غادي نعود نقول مبروك لجميع الرجوين في انتدار نهار الهربعة باش نعرفوا شكون هو الخصم ديالنا في نصف نهائي و حاليا فنا القريغين نقول لي بيس